هو واحد من مجددي كرة السلة المصرية وأحد خبراء اللعبة أخرج لمصر العديد من المواهب والأسماء الرنانة يمتلك شخصية قوية قادرة على اتخاذ المواقف في أصعب التوقيتات هادئ بطبعه داخل الملعب لكنه شرس إذا ما اقتضى الأمر ذلك إنه الكابتن أشرف توفيق حاصد ذهب وأحد صانعي تاريخ كرة السلة الأهلوية حيث حصد العديد من الألقاب داخل القلعة الحمراء أو خارجها وله من التجارب الكثير فبالنظر لبداية توفيق مع الأهل فقد كانت مع الكابتن عادل شرف كمساعد مدرب خلال الفترة من عام 1994 وحتى عام 1997 وحقق خلالها الفريق ذهبية كأس مصر قبل أن يتقلد مهام الرجل الأول ويحصد مع المارد الأحمر العديد من البطولات سواء محلية أو عربية أو قارية فالأهل تحت قيادته الفنية حصد لقبي بطولة إفريقيا للكؤوس عامي 1998 بالقاهرة و2001 بالسنغال إضافة إلى برونزيتي بطولة إفريقيا عامي 2005 و2013 كما حصل مع الشياطين الحمر على ثلاثة ألقاب للدور الممتاز أعوام 2001 2012 ومثلهم لكأس مصر أعوام 1999 2005 2011 وحقق دور المرتبط أيضا في ثلاث مناسبات أعوام 2005 2006 2020 كما نال مع الفريق برونزية البطولة العربية عام 1999 بالقاهرة وفضية نفس البطولة بلبنان في نفس العام إضافة إلى فضية عام 2000 وأخيرا حصل مع أبناء القلعة الحمراء على أربعة ألقاب لبطولة منطقة القاهرة أعوام 2000 2005 2006 2012 2012 علما أن البطولة كان يشارك بها الأهل والزمالك والجزيرة وهو ما جعلها بمثابة بطولة دور عام مصغرة وقاد نجمنا اليوم فريق اسموح السكندري لمعانقة المجد الإفريقي بعد قيادته لحصل برونزية بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري عام 2019 كما حصل مع الموج الأزرق على فضية الدوري الممتاز عام 2018 إضافة إلى برونزية بطولة كأس مصر عام 2017 خاض توفيق تجربة احترافية خارج القطر المصري وكانت بشعار نادي الشارق الإماراتي وحصد معهم بطولة كأس رئيس الدولة عامي 2009 و2010 وقاد أسطورة التدريب الأهلوي منتخبنا الوطني للحصول على عدة بطولات قارية معربية كان أهمها ذهبية بطولة إفريقيا للشباب عام 1998 وفي نفس العام حصل على ذهبية بطولة الجزائر الدولية وحقق رفقة الفراعنة ذهبية البطولة العربية عامي 1999 و2000 بالأردن والجزائر على الترتيب وتوج بذهبية دورة الألعاب العربية عام 2004 كما حصل مع منتخبنا الوطني على المركز الخامس بدورة ألعاب البحر المتوسط بإسبانيا عام 2005 أشرف توفيق ينتظر منه جماهير الأهل العديد من الألقاب خلال الأعوام المقبلة وتفريغ مواهب صاعدة للدفاع بقوة عن ألوان القميص الأحمر أهلا بحضركم من جديد برحب بضيفي طبعا الكابتن أشرف توفيق بشوفت ملخص طبعا عن تاريخه ولكن فيه كتير هنعرفه من كتش أشرف أهلا بيك كتش أهلا بيك أهلا بيك كتش يعني أنا ما كذبتش لما قلت أن حداك دخلت كرة السلة الحديثة في أولي ألفينيات مصر وكان ليك رحلة خارج مصر واحتكاكك بالمدارس المختلفة سواء الأوروبية والأمريكية ومن هنا كانت بداية كتش أكتش كلمنا على البداية واللي أنت ذكرته ده هزو من فضل ربي يعني وأصحاب حقوق عليها كتير يعني فيه ناس كتير أولا اتعلمت منها ربنا سخرهمني في حياتي يعني يمكن أولهم كتب محمود أحمد علي الله الرحمن رحمة الله عليه يجي بعد يوم على طول كابتل على الجنيدي ده كان أبويا الروحي رحمة الله عليه تعلمت من الناس دي كتير جديد كتبنا على الشرف الله الرحمن كتبنا نضح شكري بعض مندربين الأجانب وبنا كرمني برضو أنه يعني من أول لحظة حتى أنا بدأت على فكرة دي رسالتي دايما بقول لكل مندربين الصغيرين يعني أنا بدأت ميني بسكت بنات دي أول مرة أنا بدأت آه لا أنا بدأت ميني بسكت بنات يعني يعني بدأت من آخر السلم خالص من تحت خالص يعني صحيح وفاكر كويس يعني يمكن آه يعني أحد الزملاء بدون ذكر اسمه يعني أنا كنت بنازل التمرين والله كابتل ناسم يعني يعني أنا نازل من دي ون آه ما حضر ومعايا سطبوتشي ومش عادي يعني شكل ولا أجلنك بيتاري علي يعني ولا أجلنك يتمزق من دقاء بمصر وكسم بلا فكرة دقتي أحد الزملاء يعني أحترل بشكل اللي أنا بأحترمه يعني آه فيعني الحمد لله رب العالمين يعني ده فضل من ربنا وفضل من الناس كتير قوي في سكتي آآ ساعدوني على راس على رأسهم طبعا آآ آآ أبوي أنت عارف أنا من عائلة طبعا كلهم دربين وكده واخر رحمة الله على أبوي وعمي آآ آآ فزايت بقى طبعا كابتل محمود عمد عليك كابتل طلع الجنيد رحمة الله عليه كابتل عالشرف رحمة الله عليه كل الناس دي كابتل منضوح شكريه بس كابتل حدك ابتدت تدريب صغير يعني حدك بطلت بسكت صغير آآ وبتديت تدريب في أول التلاتينات يعني كان ده برضو آآ على ما اتذكر يعني وكان سنك زغار جدا وكمان يا كوتش انت كان عندك هدف انت عايز تتعلم وسفرت روحت ألمانيا عدت فترة تهيالي على ما اتذكر وروحت روسيا 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 صحيح واحتكت وكنت بتطلع إعاشات على حسابك يعني كنت بتطلع سربيا يعني مرة كنا معنا منتخب في سربيا ولينا حدك جاي على حسابك وبتعايش السرب فده برضو سقل آآ أو يعني خلاك تتعلم البسكت الحديث اللي دخلت بيه وصل دي حقيقة انا يعني دايما لان انا اقول لك هو قويقا مدرب فانعارف ان انت لازم عشان تشتغل حاجة تشتغل صحة يعني لازم يبقى لوحك والفايد وطبعا يعني من ضمن اصحاب الحقوق عليا النادي الاهلي نادي الاهلي يعني لولا ان الاهلي لم يكن قشرة طوفي لان ان الاهلي صرف عليا كتير في خلال مجلس التدارات من ايام كابت صالح والرابة كابتن حسن والرابة كابتن خديب اتصرف عليا كتير دي الامانة يعني ويمكن الناس ممكن ما كانتش تعرفني بس هما مجرد انهو بيتنقلهم صورة ان عندنا ولد مجتهد كذا كذا فبعتوني كتير بعتوني يعني رحلات كتيرة وكانك معظمها على حساب النادي الاهلي وعلى حساب اتحاد الباسكت يعني الحقيقة انا ربنا سخر لي ناس كتير بشكرهم وترحم عليهم دايما وبحمد ربنا على ما انا يعني ربنا كرمني بيه وخلينا اروح لمنتخب مصر كابتن يعني برضو حضرتك مع المنتخب كان ليك تواجد قوي جيت وما فيش انا اتذكر بطولة دخلت فيها مع منتخب وخسرت على ما اتذكر يعني انت كنت حتى بتتع العب العربية وكانت شهيرة جدا وكنت انا ليها الشرف اللي انا لابت مع حضرتك وكان الحقيقة مع المنتخب ليك بصمة كبيرة جدا وليك رؤية في اللاعب يعني اختياراتك في المنتخبات ليك رؤية في اللاعب كلمنا عن مشارك مع المنتخباتك انت فاضل الله زي ما انت قلت انا يعني بدأت الدريب ثمانية وتمانين اه سنة ثمانية وتمانين كان عندي ستة وتلاتين سنة سنة 98 كان عندي 36 سنة سنة 98 أنا كنت مسك نادي الأهلي وفي أخيرها مسك نادي أمتقى بمصر فكسبت الحمد لله كان فيه بطولة تقيلة أو أفروح سويا بشابة تالي كنت معاي كنت فيها كويت وكان فيها السنغال بطل أفروح وناجيريا كسبناه وكسبنا سوريا بطل روس وبطل أسيا سوريا ولبنان وناجيريا والسنغال في السعودية دي كانت بطلة كبيرة بالنسبة لي نتعاملت مرة واحدة وكسبناهنا ومتعاملتش تاني وكسبنا بطلتين أمم عربية ودورتين على العب عربية وغير بطلات موجودة في التقرير فالحمد لله يعني التجارب مع منتخاب مصر كويسة وعادت كتير ساعات المدربين كمان توالف منتخاب مصر فبرضو دول من الناس التي تعلمتون منهم ماريو بلازوني كان مارف كسلر برده اشتغلت معاه فترة يعني مثلا اسمه مارف كسلر ده جي عشان يعلم أشي يحتوي فيه هو يعد مع السبع تمام مدربين فاخترني من ضمن يعني الاتنين مساعدين بتوعه دي أول مرة عرفها دي أكلش يعني هو مارف كسلر كان حداك كان هو يعني حداك اختياره لأن احنا كنا 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 نعمل أخذ علي كان بسج الاتحال ما هو ده كلام ما بتقلش ما احنا برضو هو اخترني اخترني ده يعني أنا تقريبا اخترني أنا وعسامة محميد بس أنا كنت بقى يعني ايه شغوف للعلم فكنت لس باشرب شاجر في المريض بس أنا عملت عندي عايز تتعلم اه أنا حب أهمل حاجة صح يعني ما ينفعش بسكتبول يعني كل حاجة في الرياضة فيها رولز يعني حتى في الكورة يعني أنا فاكر كويس حتى حاجات كان بيقول لجوزي كنت بيقول لجوزي كنت بيقول لجوزي يعني يقول لجوزي في الكورة حتى في الكورة طبعا لانه يعني يقول لجوزي لما ديجي ده وقت ده وقت ازاي لازل كرة تروح على الخطوط ولو هي راجعة ترجع على الخطوط وبعد تروح على ازاي فهو كل حاجة فيها رولز بس التطبيق بيبقى وفقا لإمكانات اللعبة اللي معاك وفقا للعدس عادة تدريبك وفقا للكيميا اللي بينك وبين اللعيبة كده علاقة ناديك بالاتحاد كل ده يعني البسكت مش لما تيجي تكسب صعب جدا لان الكمبيتيشن عالي مش في الملعب بس في حاجات كتيرة قوي انا بقى يعني للأسف انا بجيدي اللي في الملعب يعني دي دا هذاك راجل مركز في شغلك انا راجيدي بالمستطيع يعني ومش بحب يعني ارجي كتير ولا يعني الحمد لله رب العالمين انما هي الحقيقة لازم يبقى فيها انا دلوقتي يعني موضوع مختلف مجلس دراء مهتم جدا بيداعا جدا معايا جهاز اداري وفني عالي جدا معايا سيد مصطفى معايا احمد الجرحي معايا مدير اداري معايا جهاز كويس لغاية دكتور تخزية معايا فالكلام دا كله طيب احمد عادل طبيب حاجة جميلة جدا زيت برضو فيه اوقات كتير اوي زمان احنا كنا بنلعب من غير اجانب انا دهلي كنا بنلعب من احنا اهلي العبنا حوالي خمسين سنة منهم انا مسان ستة سبعة لعبتن وغير اجانب وكنت بتنافس وبتاخد طلاح يعني انت النهاردة لما تيجي تالي هتاخد بطولات عربية وتبقى في الفاينل وانت بتلعب دي التلاتة اجانب دي بطولات حتى بطولتين افريكا لانا كسبتهم انا بدون اجانب ما العارف وكان دي كانت سياسة نادي الاهلي ولكن بعد ما حصل تطوير في معوضوع الاجانب بدأ النادي الاهلي يستعين بالاجانب مرورا بكل الاجانب بس انا عايز يعني فيه كواليس بقى احنا عايزين نعرفها كوتش في البرنامج ودي طبعا فرصة نعرفها من حضرتك وقت ما تعرضت عليك المسئولية حداك كنت بسك نادي سموح وتعرضت عليك المسئولية حكيلي الكواليس لان طبعا حداك كنت في سموحها زي ما بيقولوا يعني النجمة المفضل حتى عند رئيس النادي طبعا المهندس تفرج عامر فكان قالك من سموحة للاهلي ده كان بقصة جاريت حداك تحكي عنا برضو اول يعني طبعا نادي سموحة لهم انه كنت تقدير طبعا زي ما بزيز المهندس تفرج عامر انا يعني عشتي طبعا 4 سنين يعني خبيرة اجنبي صحيح صحيح والراجل كان يسك فيها جدا والنادي كله النادي كله حتى الكورة يعني كنت الحمد لله كنت مبسوط يعني انما النادي الاهلي طبعا اول لما كلمني يمكن دي صورة لحضرتك مع المهندس تفرج عامر واحنا كنا نادر يتقديرك يعني جدا قد هو بيقدر حضرتك وواحدك لسه بتقول يعني 3 سنين او 4 سنين كنت تتعامل كخبير اجنبي وده قدرك يعني دي حقيقة اه دي حقيقة اه كنت بقى لا اله الا الله كنت في البولت افريقيا بتهالي يا كابتل لما تعرض عليك تيجي الاهلي ولا كان قابليها كنت في البولت افريقيا فانا يعني طلبت من كابتل رؤوف عبدالدري ان انا اخلص افريقيا وبعد افريقيا يبقى في خطوات اولا ان لازم مهانس فراجي يوافق لانا الحقيقة كنت ماضي سنة انا يعني الاهلي يعني اجي جاري سبرينت يعني هو صاحب الفضل علي فقرر ان انا ارجع دهما مش 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 محتاج ان انا فكر انه ده بيتي ومستقبلي فيه مدرب مدير وقت تبني ايلك الاهلي يعني حاجة يعني كل واحد بيأمل ان هو يعني يتدرج فده بيتي ومجلس ادارة ده يعني انا متربي معهم تعرف اعرف one year ده وغيره يعني احنا كلنا كلنا ببوشنج لنادي الاهلي انما فكان لازم بس يعني الوجبات واحترام المهنة وكذا وكذا فالحمد الله رب العالمين يعني ان الموضوع المهندس فراج التفاهم حدك كلمت معي يا كبتن حدك كلمت مع المهندس فراج ولتقول يعني نادي الاهلي ician يعني لأ مهندس خليل يتكلم مهندس خليل مرتاجي اه يمكن مشكورة يعني اول مرة اقول الكلام ده يعني حد انا بحترمه جدا جدا وبحبه فوق الخيال يعني كابتر حسن حمده بنفسه تكلم مهندس فرق اه وفي بالتالي المهندس فرق عامر كان مقدر ده اه المهندس فرق يعني الحمد لله كزا انا كنت كلسه لئس انا في عقل اه وحدك بتحترم عقدك وانا باحترم عقدك فطبعا مش هيم فاحترمش قبل الناد لالي نفسه بيحترم الكلام ده يعني فطبعا الحمد لله رب العالمين طيب يعني اه انا مبسوط ان انا قدرت اه يعني ابقى سفير من سفراء النادي الالف نادي تاني اتنى الف اللعبة اه وعملت مشوار فيه واللي بي اللي شمسكين دلوقتي هم اللي كنا بساعدوني وماشا الله المطراوي ده وا واحمد عجلان المخزرة ناس على اعلى مستوى فهم مكملين كويس ان شاء الله وربنا وفقهم دايما وفرجعت بقى يعني حاول ان انا ازبط الدنيا خطو خطو بس انا عايز بقى يعني احنا خلاص الحمد لله حكينا ما حضرت قصة الانتقال وازاي حصل يعني احترام من نادي الاهلي والحضرتك لدارة نادي سموحها في الانتقال ولكن عايز اعرف بقى رؤيتك الفنية الفريق بس خانيت على الفاصل وارجع لحضرتك عشان نعرف رؤيتك الفنية للفريق في الوقت ده وقت ما استلمت المهمة. ازاي مشاهدين هلت على الفاصل ونجح نكامل مع كوتش اشرف توفيق عن الفترة اللي كان فيها استلم الفريق ورؤيته الفنية للفريق ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضرتكم الجديد بكمين حوارنا مع كابتن اشرف توفيق المدير الفني الفريق الاول لكرة اسالة رجال ومداري منتخب مصر السابق. كنت كوتش اشرف كنا بنكلم بفاصل عن بداية توليك المهمة مع النادي الاهلي من سنة ونص تقريبا او سنة يعني سنة ونص كان لك رؤية فنية للفريق. لما جيت وطبع انت مكنش بعيد ما انت كنت في الدولة وشايف. اول ما جيت الفرق قلت الفرقة محتاجة ايه? ايه اللي حضرتك قلت هبتدي بيه على طول? شوف انا فرقين يعني او يعني حاجة واضحة جدا الفرقة بتبدأ قويس اوي وبتخلص وحش. اه ده كان بالنسبة لي اه اعمل من اتنين اول لاتنين. اه النقطة الاول اللي ما قدرش اتكلم فيها. لانها حاجة يعني ممكن بحاجة بدنية حاجة فنية مع يعني ما قدرش اه اه وخصوصا ان انا بص يعني 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 اللي مسك ولادي وانا بصك فيهم. اه انما بتوع البدني معرفهمش. انما الاهم الوضع يعني يقولوا على زي يعني لأ السن. السن كان كبير. كنتوسط العمار كان كبير. فده اللي احنا انا اشتغلنا عليها كويس. اه اوي انا واحمد الجرح. اه زائد اه يعني لازم يعني احنا عندنا قطاع ناشقين غاني. لازم يعني يبقى ليه دور اه في اللي جاي. اه. ممكن انا هقول كلام مش هادر اعمله الاسبوعين ثلاثة الجايين. اه. ليه? انا اسف ان اقول كده. اه. لان فيه منجود في 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 المسابقة. ان اه احنا دلوقتي التمنتاشر والعشرين. بيشتغل في نهايات بطولة منطقة القاهرة. دي بطولات. فجأة ما يتمرنوش معي. مش هترحوا معي. اه. فالنهاردة بعد انا مشيت شوط مع محمود وليد وابد الله الناصر وزهران ومالك ياسر. بيتمرنوش معي. ومش هلعوه معي. ما قدرش هلعبه يعني هم يعني هخلاش يوم الاتنين او خلاص ببعادية كمه. هايخلو بعد يوم ستة عشر. مش هلعوه معامل ستة عشرين. وانا كنت ممكن انا محتاج منهم اتنين. اه. يعني انا رأيي دايما لازم بقى فيه. لازم بقى فيه. لازم بقى فيه. اه العيوة الجديدة. بفضل الله بفضل الله يعني. وده يعني انا مش مش محظوش وان انا ايه. او الاوقات اللي عملت فيها بسكت في النادي الاهلي. ما كانش فيه ميديا. ما كانش فيه واخبالك. يعني انت النهاردة ما تيجي تقول اه. اه. طريق الجنام. لعب سبعت اشار سنة. كيدار هنداوي. نفس الكلام لعب تمانتشت عشر سنة. لما تيجي تقول بعديهم اه. الله ما صلى عن النبي. اه جيل اه. الشفعي. وعندك كريم ضيف. وعندك اه. ومود الجرحي. ومود الجرحي. جمال وابو خضر. كل دول كانوا بيلعبه. وهم دعا تمانتشت عشر سنة. ومنهم لعبوا معك. صحيح. واخبالك. يعني حتى انت. وانت. 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 عملت معنا مشوار كبير جدا. انت بطلت عشان. يطلع. اه. احمد جمال واعمارة. يعني كل. يعني دائما كي بيبقى فيه. لازم المهمة مهمة جدا. كل فرقة يبقى فيها. خبرات وصغيرين. صحيح. واخبال حضرتك. فده كان هدفي. يعني اول ما دخلت. لان انا كنت بلاعب الاهل كتير. فرقة كويسة جدا. هي كت فرقة كويسة وخبرات عالية. وووو. ووو. ووو. جهاز فني عالي. ان انا اعتقد ان هما ما كانوش بيكلوم اكملوا. يعني فيه ثلاث سنين واربعد. اه. ترتيب متأخر اوه في الدورة. اه. نتيجة ان بيخلصوا. اه. السن ما بيقدرش تكمل. لان احنا هدد مبارياتنا كبير. اه. والكمبيتشن صعب. والقايمة قليلة. اربعتاشر لاعب. والقايمة اربعتاشر. واجنبي اه خمستاشر. اه. تكون صعبة ان انت تكمل المسلم. معشان كده. يعني انا نصيحتي لكل فرقة. لازم عندك خمستاشر يتمرنه معك. خمستاشر. وخمسة صغيرين. بيتداولوا. منهم تلاتة دايما معك في التمرين. فيوم عندك اتنين اصائبة دايما يتمرين عندك في ستاشر. في خمستاشر. بس منهم لازم يقفه تلاتة صغيرين. اه. يعني انا اصد لو القايمة بقت تمنتاشر ومعك تلاتة صغيرين بقت عشرين لعب. يتبقى حلوة. يعني. ته خمستاشر الدنيا مزنوقة واكوتش. يعني اتناشر يعني ممكن لو عندك زي اللي فد ازمة كورونا يعني لعب او اتنين. بتبقى حطتك في موقف مش كويس. بس لو قايمة زي ديت بتال بتاخد لعبين عشرين تسجلهم. اوش اعرى. هم فتحين صراحة. اه. والاتحاد فتح دلوقتي. بس انا عايز يبقى قوام الفرقة الاساسي 18. وبعد كده اطلع زمان عايز يطلع. طب خلينا يا كابتين اجي ما حداك في حتة مهمة. يمكن صفكة اهاب امين بالأخص. اهاب امين يمكن كان عائد من جامعة وعمل ارقام كويسة. انا عارف ان حداك ده ما بتكلم بالارقام. ما بتقيمش اللاعب بحلو وحش بيشوت. لا. بتقيم ارقام. كلمنا ع صفكة اهاب امين. دي نقطة مهمة جدا. اه. انا لو ما بصيتش في الارقام في لافتايم معارفش اشتغل. انا لو اه اه انا لو معايش مثلا اه على قلوت او او حتى في في اسكندرية. احصائي والمحلل. ان انت بقى عارف يرا دي بتلعبك ازاي وتعمل ايه. وتقطع زي. يعني لازم ان انت تحضر للجيمز دي حاجة مهمة جدا. تتوفق بقى ما تتوفقش انت بتحمل اللي عليك. لازم بتشتغل بتشتغل يعني مدرب بيشتغل في بيته واكتر ما بيشتغل في 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 جوة النادي. اخبالك. اه اه. هاب امين? هاب امين بقى. فرس تفقول عشان ما نساش. عشان ما نساش يعني. لازم اشكر كابتن عدل كان. دي لما قصة هاب امين بقى يعني يعني حاجة فوق الخيال. توريك توريك. توريك ايه? يعني كابتن عدل القياي ليه دخل جدا في صفقات البوسكت. بي بي اه اكيد. في ايه صفقة? ايه لا بالذات ايه هاب امين? كان ليه? احكي لو حكيت لك القصة فطبعا انا 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 سنع قبل كده نسيت وهو اللي مخلصت. بنا اقول لحد اصلا ليه كابتن عدل القياي هو اللي مضين انا كمان. يعني هو من الناس اللي مضتني انا كمان هو اول واحد من دي اللي قاعد معي. فانا بقول كده ليه? لانه الحقيقة الناس فكرة اني كابتن عدل بس بها كورة ولكن ده صفقات تانية. انا اسف بأضعاتك بس بحبيت اوضح ايه الموضوع بالزبط كده انا بكلم اسكندرية حد يعني من ولادي صحيح اه ده فيه خناء اجمدة جدا بين اتحاد وآآ وزمالك. اه. فانا فكرت بلعبه مطش ودي في تخنقه. ايه كده وميني ومين اللي عيبه? ايه هالكتش تتكلم في ايه ده هو ده اللي خناء على اهاب امين. اهاب امين رجع انا معرفش. اهاب امين رجع. اهاب امين اعم المطس الفضل اللي كان ديره كبير الحمد لله اللي احنا كسبنا البطول. ودي اللقطة الاخيرة في المورة. فضل اكب. اهاب امين رجع. قال لي اه وعلي كذا 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 كذا. خناء ما بين الاتحاد ومين وزمالك. اما اتحاد الزمالك. اه فشي احصلوا على خدمات. فشوفوا لي امرت و مش عرف ايه كلمت ولكني الولد عنده استعداد وكذا كذا كذا. بصدفة الصدف يعني. ومش صدفة هي طبعا ده ده وضع الكابتن يعني. الكابتن الخديق قن فقنا فحد بي كلمه علي كويس او انا كنت اروح تعمل درسات فاينة ما عرفش يعني. فراح مكلمني. قال ده في ناس بتحبك فقنا و مش عرف ايه ده انت اخبار البسكت عندنا ايه ومشع فيه بتاع كابت انا تقعب جيش مجوش وتاع وكذا اهلي طب نعمل ايه يعني بيحصل ممطلع او حاجة اهلي طب نعمل ايه اعمل لك ايه في ايه نون جدر نعمل قطولة فيه ولد مؤسر جدا ينقلنا نقلة كبيرة جدا قال لح فورا اقفل معي وكلم عدل القيار فعشان ايه ايه كده انا جبتك كذا واخبالك طبعا بقى مرور في وسط الكلام ده طبعا يعني مجودات كابتن رقوف طبعا يعني ربنا دي بالصحة يعني رجل خبرة وكذا فده اللي حصل بالزبط الموضوع امين مخدش من المكلمات بقى بين كابتن عدلي والحاج حاج عامر حاج عامر ده رجل رجل انا بموت فيه كماسك لجنة الرياضة كماسك لجنة وده رجل محترم جدا جدا انا يعني انا اعرف بقى وانا بشتغل في سبورتينج لانا كانت تجاروة كبيرة في سبورتينج يعني حورة مع بسكت انا بس عايزة هو كان ماسك للا اصلا يعني يعني دول عمره من في سبورتينج وانا لما كنت ماسك سبورتينج في الفين واربعة كان يحبيني جدا ويت تمارين وكان سبورت ليا جدا حتى لما حتى اعتذكر وحد من لعبتي كبار يمكن يكون طريق خيري جاب لي فيوس وقال اديها لعبتك يعني اللعب بيعتزل يعني حال كده الحقيقة لا لا يعني بصراحة انا هو رجل صعب فاضلي لا خلينا كمل محافظة يعني اللي حصل معها بقمين يمكن الخمس دقيق او العشر دقيق دول بس احنا معانا على هاتف كابتن فريق طبعا كابتن مودي جارح زاكا مودي كابتن هاتف زاكا مودي وحشني والله وكوتش اشرف معانا طبعا في الستوديو وانت معانا عبر الهاتف يعني بنراحب بيك وبنقولك تحب تقولي لكوتش اشرف مودي حبيبي كابتن هاتف زاكا كوتش زاكا مودي حبيبي حبيبي يعني الحقيقة مودي برضو يعني انت كنت محصوص الحمد لله انت يعني اتمرنت في بداياتك وحتى في فترات طويلة مع كوتش اشرف خلينا اسألك الاول عن اصابتك اخبار سمانتك ايه كان عندك مزق في السمانة الدنيا احسن دلوقتي يا مودي الحمد لله خلاص الحمد لله هي من سياتا من بعد الماضي اللي تحايت دوري متضابط كلا عاطة عشر تيام واناشر يوم تضبط عليك يوم خلاص الحمد لله من سياتا في حمد لله طب وطمننا برضو كابتن فريق الروح عامل ايه في الفرقة والاخبار ايه عشان ماتش السوبر اللي جاي بإذن الله بإذن الله طب وطنال لله كانت طبعا معتقد ما يعرفánh احنا السانة دي هو وقدين الموضوع الحمد لله عكس السانة الفاترة احنا قدمت من الفرقة فالسانة دي الحمد لله بعد المنتفوكات اللي جيبناها طبعا نس كلام بتاع الشمان احنا نكسب لبطورات والحمد لله او البطورة كانت ظروفة صغبة بس الحمد لله حنا تعيبنا وعملنا اللي علينا بطونا جفلنا صبعا من سايات احنا من ساعت هم التفين احنا طولة بطولة يعني. طبعا احنا على سابر الزوري مصابت اه خلاص خلص حاجة مش موجودة اه خلاص بلوقتي. نفكر في باطش السوبر هي اربعين دي اه طبعا دي بتبقى توفيه عدد توفيه بقى هي اه دي هتبقى يعني هي ماطش. زي كسب ماطش ياخد بطولة. صحيح. فما احنا مستعدين الحمدلله يعني احنا كفرقة الحمدلله مستعدين. والروح براحة السنة دي يعني انا اشافش فرقة اللي يلعب يلعب اي حد وماما نكسب يعني اي روح ش ماشيه على النظام ده الحمدلله. حقيقة كلامك اسعدني يا مودي وبالتوفيه يا رب ربنا معاك وان شاء الله يعني نعمل مطش كويس يوم التلات وخلي بالكم الاجراءات الاحترازية عشان مش عايزين كورونا تاري يا مودي. لا 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 شكرا جزيرة يا مودي بشكرك شكرا جزيرة يا مودي جرحي نجم الفريق وكابتن الفريق بشكرك شكرا جزيرا كابتن يعني اجل حضرتك كنا بنكلم عن ايهاب امين وحدك قلت الصفقة ما خدتش خمس دقايق. يا كابتن عدل القائد دخل وبلغ وكتب ازاي من الصفقة خلصتك. على طول اكلم الكابتن والكابتن عمل الشيء هو تفق مع كزا مع الحاج عامر الحاج عامر تقريبا بلغ مجل صدارته. والشيء كان تانيوم الصبح. اه. 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 بقول لحضرتك ولا. بس انا كنت ايه كنت عايز اتنين من الجيش ومش عارف اجيبهم. باقي بقى الصفقات الناس حاسبها علي وهي ولاد يعني انت عارف انت بتكمل بهم قايمة وهم ولاد قويسين. بس. محتاجين لسه شكرا. منيد. اه. مهم يعني ربنا اكرمنا طبعا با 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 حقيقي يعني آآ لعيب رجل. بس انا برضو عايز اقول لحضرك على حاجة. مش عشان مودي تكلم. لا ده كمان الجمال. الجمال. الاتنين دول ليهم ليهم آآ فضل كبير قوي في اللعيبة اللي بتيجي النادي الاهلي. صحيح. بس اللعيبة اللي بتيجي النادي الاهلي. رقم واحد لإسم النادي الاهلي وسمعته والتزامه. خبالك. وتبنت خلال سنين. اه. رقم اتنين لروح لعيبة النادي الاهلي الادام. اللي هم بيقصرون يعني اللي جاي على انفسي. وهم اللي بيتكلموا اكتر مني مع اللعيب. هم اللي بيتكلم بيعرفوا عشان اللعب ييجي. براه من اللعب مركزه. وبعايزه ييجي. انا لو من اللعيبة دي من كتر بيكلمها مودي الجرح والجمال انا نفسي هزع منه. لسيف سمير كان بيكلم امر طارق. ونفس الكلام بزبط. سيف سمير واسيف سمير راتي من اللعيبة الادامة. يعني ماشي الله. على فكرة جولة. على آآ مودي يعني قصيته مسلا يعني انا مش عارف كانت الخير بيبطل وصمم يبطل وكزة طب خلاص حاجة كده. ورجعوا لي بقى في حد ما عملت سيدها اي ارجع مش احد يعني كان يعني مش هرجع في اللي انا عملت. وقد كان يعني 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 زينا مع مودي جامع. شفت له ومتشاط في بداية مودي كانت موجودة يمكن تراجع نام كان منزلها شفت له ومتشاط في بداية وكانت حلوة جدا. بس كوتش خلينا اتنقل مع حداتك على الصفقات السنة دي. ام. والامور اللي تمت ازاي وخليها سلت على فاصل ازا از المشاهدين. هنطلع للفاصل الاني وناجه عشان نكمل مع كوتش اشرف الصفقات. طبعا نكلمنا على الصفقات السنة دي وكان ابرازها طبعا اه طبعا ايهاب امين ولكن في صفقات السنة دي تمت. هنشوف تمت ازا وكاوليسها ولكن بعد فاصل. اهلا بحضراتكم الجديد ومكمل حوارنا مع كوتش اشرف توفيق. كابتن يمكن اه حقيقة اه لا ينكرها يعني احد حضرتك من المدربين القلاء اللي في الالعاب كلها. اللي نجح خارج النادي الاهلي زي ما نجح ايضا داخل النادي الاهلي. صح ولا غلط اكتش? بفضل ربنا الحمد لله يعني. بس اكيد لا في الالعاب كلها دي كتير علينا. لا يا كوتش انا متابع وعارف يعني انا قلت القلاء فيه طبعا الناس اكيد مدربين على رأسنا اكيد في اليد والطائر عمل ونفس الكلام. ولكن بيبقى قليلين في كل اللعبة. اللي بينجح النادي الاهلي بيوفر كل اسلوب النجاح وكل اه المقاومات النجاح. ولكن لما بتطلع برة اه اه وبتدي المقاومات دي تقل شوية بيبان شغلك. انك بتطلع برة بفنيل في النادي الاهلي. طبعا. بروح. بتطلع برة بشخصية النادي الاهلي. بتطلع برة باللي انت تعلمته في النادي الاهلي. بتطلع برة اه بالبرسنالتي بتاع النادي الاهلي. يعني يمكن حضرتك لعبت بروح النادي الاهلي وبتشيرت النادي الاهلي بتقفرقك اللي فاتت مع النادي سموحك. وآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ� اللي هي تلعب بشخصة النادي اللي وده اللي تعلمتم لدي علاقة. ربنا الحمد لله ده فضل من ربنا بس يعني خلي بالك قلائل كبتن حيث القلائل من اللي هما بيقدر الكلام ده ولان دايما الناس بتبص على البطل بس ايا كان انت مسك ايه. صحيح. يعني ممكن نبقى في الشرق في بطولات حصلت. الحمد لله. انها مسلا مع اسموحة صحيح ما وصلتش لبطولة. بس انا لما ربنا يكرمني مع اسموحة تاني الدور العام بدون اجانب. بلعبة زغيرين في السن. حصل. ده 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 دوري مسترائح. انت بطل يعني فارق بينك بنسبورتنج النقطة. ده دوري. دي بطولة يعني. او بطولة. اه 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 اتلت افريقيا. يعني اه. لا تقيل. يعني اتلت افريقيا بسموحة. اه. يعني حاجة 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 نعمة من عند المولى كبيرة 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 كبيرة. وشفنا الصورة كانت في التقرير وحدك شيء يعني اه. وفي سنك تاني بقول لحدك تاني دوري بدون اجانب. يعني يعني دي كانت حاجة اه اه اجاز. على فكرة. بس انا طبعا اعيب الواحد بس يعني انا بحب دايما اشتغل في مكان. بس كبتب علش. اللحظات دي يا كوتش. وحدك في الطام قوت الاخير في مطشل مرتبط. ودي بكامرة النادي الاهلي. يعني كلمنا عن احساسك في الطام قوت دي يا كوتش. يعني احشوف رجل نزع ركبك مش قاد على كرسي. بتقب الدم. يعني سمعونا يا جماعة الكلام. كلموا بادرة. مع هايزم. فها عادي من تحت. مش كل مرة رجل روح على ما عادي داخل كده. خلاص. ركزوا في التعليمات اللي بقولها بنيز. بنيز. كنت بتفكر فيه ساعتها بكشف. بس صورة تقريبا اه اه كان فيه زي هايس كرين كده فيه وفدخل مصابعة سامراتين واربعة. بمرة خات فاول ومرة جاب بوسكت. وفي فاول شاتس تو شوتس. وتقريبا حدي تاني دخل. فانت طبعا عارف وانت لعبت معا كتير. ان يعني قوة الفرقة دفاعيا بيبدأ من الدفاع الفاردي. زي انت مبقاش فيه ايزي درايف. او ديريك درايف زي ما بقولي دلوقتي. دخول مباشر. اه. دخول مباشر رعيف. والحمد لله الحمد لله. جمنا فيجا يعني. الحمد لله. طب كابتل انا هتقل معاك لصفقات السنة دي. ويمكن اه عمر طارق وعمر الجندي كانوا صفقتين. وبناء عليه. اتخذ القرار الشهير انه الصفقات والاهل وملاك شجر صفقة واحدة لو بطل وصفقتين لو انت مش بطل. والقصة لحدك شفتها دي. بعد الصفقة المدوية بتاعتها من عمر طارق وعمل جدا لانهما اتنين عوامية حتى في منتخب مصر. كلمنا على الصفقة دي وكواليس هكذا. طبعا اه. عمر طارق اصلا يعني اصوله اهلوية. يعني هو اه. عمه شامس عيد. هو اصلا في النادي الاهلي. اه. مش هو صغر بالغلط. فهو دايما الولاد عنده الرغبة انه يجي. قم بلعب السباح في الاهلي. هو صغر. اه. هو عنده الرغبة انه يرجع يعني نقدر نقول بيته يعني. اه. يعني احنا اه. هو كنا نسلس انا في عقده. اه. اه. انا كنت وفضل انه يجي بعد ما يخلص السنة. علشان ما يبقاش الموضوع مكلف لانه. انا انا. يعني. مش انا يعني احنا اولادي اهل احنا غيرين عن نادي الاهل. صحيح. احنا جمهورين من هذا الاهل. احنا يعني اعضاء النهل. احنا بندفع فلوس. يعني فاخبالك يعني. يعني غير عن نادي الاهل. فكذا يبس يخلص بعد السنة. هو. لا. لو سننا سنة درسنا الموضوع كويس أنا وكابت الرؤوف والجهاز اللي معايا وكده ولقينا إنه إحنا لو سننا سنة الدنيا لا هيخدش كومبيتيشن بقى فممكن نشوف دلوقتي إن فيه زروف كمان كانت فيه مادة يعني فيه جزيرة كان عنده رغب أي أن كان زروف ايه كان عنده رغب فربنا قرمنا وموضوع عمر طارق خلص وهم الاتنين أصلا مرتبطين بواعد كمان عمر طريق برنس يتحسن هو لعيب برنس هتقولنا صورة عمر يا جبا بسم ده ما شاء الله أنا بحبه كده للاف لله برنس موضوع دقوي لعف دور الجماعات برضو كابتنوا حاجة يعني واسرة كلاس قوي يعني شريف الجندي هو يعني زي من الشربيه أصلا يعني إحنا طبعا دينا في منطقة شعبية وعمر وكده بتاع ده عمر طريق ولد روح أحلي قوي ودي حاجة الفرقة بتاعتنا محتاجة أدي دمور يعني محتاجة عندي جمال ومودي أنا عايز كمان واحد واتنين زي ما أنا يعني بيفكرني بتجربتك لما 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 جبناك أضافت إلينا غير الفنيا حتة الروح فدي برضو حتة ميزة بيتمازل فيها جندي جدا فالحمد لله يعني كان ليه دور المشترك بقى فيها مجلس الدارة مجلس الدارة بصراحة يعني أنا يعني أنا عايز فلان ما بيكلمونيش تاني هو بيشتقلهم للأمانة يعني محمود الخطيم يعني يعني أي حاجة بمصلحة النادي الأهلي والله وده حاجة حق يعني أي دعم وحدك لمسه وحدك مش بس اللي قلتليك كابتن محمود جبل عبدالله ناصر ثلاثة مليون جنيه كان أكبر صفقة ناشئين صحيح صفقة عبدالله ناصر إيه كانت قصة برضو 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 كابتن عبدالله أنا فكيف فكرة أنا كابتن كان بقى إيه كان زهق مني فكل ما أكلم وإيه هتكلمه تاني عايزو غير رأى ستاشر سنة مع ثلاثة مليون بس يستحق فكلبتك كابتن فقال لي بس رح أشوف كده بتاع انت بتورا فبكابتن رح كلمت كابتن قال له طب لو قصتنا لو حاولنا قصت الموضوع حلو شوف مش هفيه العجاب معرفش يعني قال له فرح راجع لي قال لي بجيت وسمو بزيت صاحبك وعارفه بتاع لو رئيس نديش يعني من الناس اللي صاحب فضل يعني أنا صغير كده فكلمنا بقى كابتن كزا مشت برضو حل درجة برضو كان في مشكلة كده هندبوله مش عارف ايه فالكابتن قال لي لا الاستجناء تيجل قاد هنا لأ انا مش عارف حصل ايه فقولت له كابتن دعم سبت المستمرين لو هو كابتن على مسؤوليتي حستقيل دلوقتي لو الاستجناء مجاتش والولد بصراحة مشاء الله قال لي بعد حد اخد الشيك فقعدت له حد الادارة اخد الشيك وكده ده ده طريق الجنم التاني ما شاء الله ده وبعين اللي بعديله بقى انا بعديله يلعب فاربعة لان انا يعني عندي ده فاربعة وعندي ولد اسمه مالك ياسر والفتوح ابني كتناس بجهزه فاربعة والكنين في مدخب الشباب اه بتعرف ده من اللعبة بتعلى الاربعات اغلى كثير من الوحيد صحيح فالاربعة انا عايز برضه وفر احاول بحاول فانا عايز اجيب بعد كده واحد واخد بالك واحط الولدين دول في البوزيشن اللي فيه ها ده بتاعنا يعني ان شاء الله ان شاء الله يعني بتهيال الدعم المتواصل ده كابتن وغير شكل فرقة وخلى الكل يخشى تادي الاهلي ما بيركز في حاجة وبيخش بوه الكل بيخشى يعني وده يمكن اللي خلى شكل فرقة في حتة تانية بس خليني اطلع لفاصل يمكن حضرتك الموضوع مش صفقات بس الصفقات بتبقى 20-30% ولكن فيه بناء لقاوم الفرقة واتكلمت بحداك في الفاصل اللي فات عنه بس عايزين نتكلم قدام السادة المشاهدين عزيزين المشاهدين هطلع لفاصل سريع ونرجع نتكلم مع كوتش أشرف في بناء الفرقة في بناء الفرقة في كورة السلم موضوع صعب وبياخد سنين سواء من ولادي النادي او الصفقات ولكن بعد الفاصل اهلا بحضركم من جديد ومكبين حوارنا الممتع مع كوتش أشرف توفيق كابتن يمكن كنا بنكالة بقى بالفاصل عن بناء الفرقة وبناء الفرقة من الصفقات بس ازا ما الناس فهم برضو ده جزء من البناء ولكن فيه قوام بيبقى اساسي بقى إيه لك من السنة اللي فاتت ناشئين طلعين وحضرتك ما شاء الله لما بتروح اي فرقة بيبقى المدرب اللي بيجي بعد منك محظوص لأن انت بتبني فرقة لعشر سنين قدام بناء الفرقة في النادي الأهلي عملت ايه كتصور شوف حضرتك التصور الفرقة بنت على لعيبة تحت الحلقة ولعيبة بره اللعيبة اللي تحت الحلقة سيف سمير ومفروض والسلعوي فوجئت اني السلعوي قالوا لي هيرجع في شهر مش عارف 11 لا اتنين لا خمس ما لعبش لأنه طبعا هو الداس عليه العيب العيب كوسئوي افرق معنا السلام على الأرض صحيح اداس عليه كان عنده تقريبا خشونة واحد سنتي فواحد سنتي اداس عليه لأنه هو العيب مهم فالقرح حوزت خمس سنتي خمس سنتي خمس سنتي هو كان ترخي بس هو دلوقتي يعني راجع إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله هو هيفرق معه في بزيشان فور تغييرات إلى جدا للأجنبي جدا تحت الحلقة حضرتك في سيف سمير آآ سيف سمير آآ فكان فيه طريق يعني قدر سلة غير عادية طبعا سطورة آآ فأنا كان يعني دايما يعني لو ما تيجي تبني ما ينفعش إنك تجيب يعني مس السنة محمد مصطفى كان قدامي بالمكبرات قد يكونوا أتقل من محمد مصطفى إنما حاجة وثلاثين وثلاثين يعني أربعة وثلاثين وثلاثين قال لا لازم محمد مصطفى محمد صفى دا العيب كويس قوي من بين الجمهور لسه ما شافوش نزيجة الكورونا وإيه آآ فقلت عفضيل قلت أحمد اسماعيل أحمد اسماعيل ليه كويس قوي أحمد اسماعيل كمان عمل معاه بروف من تجير عادر اللي إحنا سيبناه للجزيرة بس إحنا سيبناه لزروف يعني إحنا مش مفود نتكلم فيه لأن دي ده النادي الأهلي أهم حاجة نادي الأهلي مبادئ نادي الأهلي وهكذا برضو هتلاقي مثلا إيه ده البسكة بتاع سيف سامير اللي فرق معنا جدا أنا كنتش في آخر المباراة وكان متوافق بشكل كبير يعني كان ليه دور كبير جدا سيف اتفضل كابتكين آآ ده تحت الحلقة سيف سامير والسلعاوي سيف سامير والسلعاوي فضيفنا اليوم مع الفضيل وإحمد اسماعيل تمام والاتنين سن صغير تمام يعني يعني الاتنين سن صغير وعلى فكرة مش نجوم خالص يعني مش مش نجوم يعني ايه يعني النهاردة طيب بيجيب لعيب من نادي الجيش آآ آخر سادس خامس أصدر حددك يعني وخبالك غل ما تجيب عمر الجندي غل ما تجيب عمر الجندي جيب ما تجيب كذا فهو ودي سنة الحيوة طميب والجمهور والفيسبوك والفيديو نفس الكلام ما ايمن شاكل العيب كبير جدا إنما آآ في ضغط عليه في ضغط آآ هو ما كان معتاك هو لازم يلعب تلاتين ديئة فين الأهلين موضوع مختلف دلوقتي يعني يعني عندنا عندي الجندي هو هبقى من خمسة وعشرين ديئة كتير يعني فكده يعني فبتجيب لازم عندك خبرات وصغيرين فكل ده اللي إحنا بنتعلي ده اللي أنا يعني يعني البناء جيه آآ كده وزي ما بقول لك قدامنا لعيبة كتير كبور في السن نقدر نجيبهم حدك فضلت إنما لإن هو اللي حدك قلتها دي أنا البديجة يشتغل لازم بقى أمين مع المكان بشتغل فيه وأكدنك أكدنك قاعد عشر سنين بقى لك بقى في بيتك إنت عايز جمان زميلك ينجح وخب بقى لحضرتك وزي ما بقول لك كده على مر المواضيع على مر السنين اتعامل الموضوع ده أكتر ممرة عملته كزا مرة وفي كزا نادي وفي كزا نادي آآ يعني وفي كزا نادي الحمد لله نجحت في بناء الفريق طب كابتن هنروح لمنتخب مصر أكيد حدك لك رؤية في جيل ده يعني مرة عليك أجيال كتير جدا ما شاء الله يعني حدك نقول جبت أجيال من عشرين سنة إلى خمسة عشرين سنة بتقبي يعني كمدرب شايف المنتخب دلوقتي بالجيل ده يقدر ياخد بطولة أفريقيا شوف أنا لما أقول يقدر ياخد بطولة أفريقيا يبقى أنا أكني مثلا إيه بعمل بريشر على زميلي اللي أنا باحترمه جدا وأنا بقول أنه هو يستحق أنه هو يبقى نجرب منتخب مصر بالجدارة طبع طبع أنا الرجل ده يعني أنا مختنع به قلبا وقلبا واشتغلنا مع بعض كتير وعملنا شغل هو يسألوا مع بعض إنما أنا بحقيق على الكلام دا لا لا دي حقيقة آآ لا أنا مش قصد القضية في مصر عندنا الفترة دي بزيت عندنا كمية طوال غير مسبوقة عندنا جردات غير مسبوقة ينقصنا بس بوينت جارد بوينت جارد تقيل لمنتخب مصر ده لازم نجنسه لازم يتوفر لمرعي عدد مباراة الدولية أهم حاجة لإحتكاكها يعني أنا مهما أمرا ما بعملش مباريات دولية على المستوى العالي يعني متدرجة وعلى مدار لونج تيرم لازم يقفيه لونج تيرم لازم مدرب منتخب مصر يبقى متفرخ لازم مدرب منتخب مصر يبقى عنده بلان لمدة لا تقل عن ثلاث سنين هنكسب أفريقيا بالجيل ده مفيش فرقة في أفريقيا عمدد عاصم مرعي من اتنين وتمانين ما كسبناش من اتنين وتمانين ما خداش وما وما كانش عندنا يعني يعني اللاعبين الثلاثة الفلتة كان عندنا طبعا كان عندنا طبعا عمر والخير كان عندنا خليت بخيت طبعا أنا بقول لك السوبر سوبر ستار خليت كان سوبر لكن ما السوبر سوبر ستار لأ يعني احنا دلوقتي عندنا مجموعة لعبة كويس بس من غير بلانينج من غير احتكاك الاحتكاك جوه البلاني من غير ان احنا بنضيع وقت في مطشاط يعني نهار لما ده لعب جزيرة الورد انا ما استفاتش كتير جزيرة الورد استفائل واخد بالك يهيأ لي ان لازم يبقى فيه الكمبيتيشن الان كمان عالي اعلى من كده يتلخص في التمانية لازم مفروض دور الممتاز يبقى تمانية لو احنا عايزين نوصل لها دور الممتاز تمانية تمام عشرة بالكتير وبعدين كمبيتيشن عالي دي اول استيبت كمبيتيشن بره عندنا الحمد لله لعيبة كويسة عندنا جهاز فني عالي فنقدر نعمل حاجات كويسة شايفها تبقى يعني احنا كنا نروح سوربيا كنا اللعب ولا نروح نلعب برتيزيان يعني انت عايز ما تشاط من ليبل ون انا عايز ما تشاط الاول اخد ليبل توب اوروبا منتخبات لما ابدأ اجار التمبو ده لازم ما اوصل لهذا التمبو احنا المشكلة ايه احنا بنعمل حاجات كتير وكيسة وعندنا المدربين على فكرة احنا مش في الادارة بس كويسة يعني مش احنا في الادارة بس نقدر ننظم كاس العالة يعني انا انا الف مبروك يعني ايه بلد كان فيها جمال الشمس وعاصم السعداني وبعدين طبعا شار النصر ده اخويك كبير وحبيب يعني ايه المدرب اجنبي في بلدك في كاسة لا 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 عندنا عبو المجد دلوقتي انا بحب اتفرج عليه كما بانسك معنا في الجيش انا بحب اتفرج عليه وقد تطرق محروس خد وطرق محروس زميلي وحبيبي بطل عالم اه تلت عالم او بطل عالم انا عدو بطل عالم هدام ولو بطل عالم فانا الرأيي كده احنا لما كنا في مصر احنا ما كنا في مصر هنا بتولد افريكا تحت اشعار 19 سنة دي لازم ندرب مصر احنا مش بندير بس كويس احنا بندير كويس على عيني وعلى رأس بس عندنا كمان فانيين كويسين او لما نيجي بقى عايز ادارة المنتخب ادارة المنتخب لازم الدنيا لازم كل الفلوس التي تبقى في الاتحاد الباسكت دي تصخر المنتخب والاعداد المنتخب والمنتخب ما يقعدش بره زي ما كان بيعمل حسن مصطفى وزي ما عمل معنا كابتن محمود احمد علي لازم المنتخب ما يقعدش في مصر كتير ولازم يدربه وجهازه كله يبقى متفرغ لازم المنتخب عنده جهاز كامل تغذية وتحليل الاحصائي ويعني انا عارض الوقت كلامها لها ده كلامها داك طبعا جميل جدا وهو ده اللي ممكن يبقى يعني يخلينا في الصدارة يخلينا في الصدارة ولي بيخلنا دمت ايه يعني انا بشوف كده ما ادارش انجح لما هي كده وانا اللي حط يعني انا لازم مشترك في الجدول صح الجدول الدوري اه وما حدش يزعل ده مرعي مشترك اه لازم يشترك مرعي في الجدول هو اللي يحط شكل المسابق مصلحة مصر يا لازم واخبالك صح خصوصا انا ملناش لك نفني صح مستكلام حديك صح يا كابتن ومعليش في الوقت عدى ولكن الكلام حديدك لو خدنا حلقة واتنين وثلاثة كلاما على الباسكت مكيد مش هنسبع كنتش اشرب بشكرا جزيلا انا بشكركم جدا وكل التوفيق لحديدك في كل البطات القادمة انا بشكركم جدا يعني ببادع ربنا للنهار ان انا اقدر اسعد جمهور النادي الاهلي واقدر ابقى عند حسن ظن مال صدرت النادي الاهلي ونادي الاهلي مسؤولة كبيرة جدا انت مسؤولة عن سبعين تمانين مليون فهي عقل فيعني والباسكت الحمد لله سبعين تمانين مليون اهلاوي منهم وخمسين بتفرجوا على الباسكت دلوقتي كل التوفيق كنتش ومنتظرين من حداك الكتير وحداك قدها وقدود يا رب شاء الله عزيزي المشاهدين انتهت النهاردة حلقتنا من الابطال انتظرونا ان شاء الله يوم الاحد القادم حلقة جديدة وقصة جديدة وبطل مع لط